إلى المشروبات الساخنة التي يعد السحلب من أشهرها فهو المشروب الشعبي الساخن الذي ينتشر بكثرة في دولنا العربية شتاء عريفة منذ العهد العثماني حيث كان يعد للسلاطين كما أنه له استخدامات متعددة في مختلف أنحاء العالم منها ما هو غذائي ومنها ما هو علاجي للمزيد ينضم إلينا محمد يونس مدير أحد المطاعم المصرية صبح كلب الخير يا محمد شوفتني وأنا بغلبها يا محمد حريف باب صباح الورد يا محمد طيب إحنا اليوم حابين نتعرف على أشهر المشروبات الموجودة في الشتاء ويمكن مصر عرفت بالسحلب أي واحد رايح لمصر في الشتاء نوصله نقوله جول أنا معك سحلب خاصة الأيام دي بقت الدنيا ساعة قوي بقى الجو بارد قوي جدا في مصر عشان كده إحنا بنجرب السحلب تابعكم بس حابين يعرف في البداية كيف ينعمل السحلب بصوا هو السحلب مش بس المشروب المشهور قوي في الشتاء لسه في حاجات تانية دلوقتي هنشوفها بس طبعا في دولنا العربية انتشر قوي السحلب وهو زي ما أنت قلته كده في البداية من العهد العثماني بتعمل من زهرة اسمها زهرة الأركيد سحلب بيبقى عبارة عن بودر لونه أبيض قريب قوي من النشا بيتعمل مع الحليب الحليب وبعد كده يعني بدا الأول بيدوب في الحليب وبعدين بيتسخن على النار لغاية ما ياخد القوام بقى فيناس بتحبوا بيبقى شوية تقيل شوية خفيف يعني احنا عاملينه بواسط كده زي ما أنت شايفين وطبعا عليه المكسرات وعليه البيبقى أنا عاوز أعرف المصريين دخلوا على السحلة بإيه يعني بدأوا يحطوا عليه فواكه بدأوا يحطوا عليه شوكولاتة بدأوا يحطوا كمان متهلة لأنت عارفوا نتالة دخلت في أي حاجة بس من الحاجات المشهورة قوي في مصر وتلاقيها قوي بدأت ننتشر أول ما شيتها يخش في نص 12 كده اللي انت بتاكلها دي دلوقتي البليلة أنا لاحظت بليلة بالحليب صح؟ كيف بليلة بالحليب؟ إحنا البليلة عندنا في مصر عبارة عن الشعير بتتعامل مع الحليب هي بتتسلق في الحليب زي ما أنت شايفين ديني بليلة كده خلينا بدي أحسن أه طيب أنا بقى لازم تشاركني لازم تشاركني تبقى عبارة عن شعير طبعا طبعا لغاية ما يستوي مع الحليب انت عارف الشعير اللي بتعمل منه الهريس قدي إيه بيه تقريبا أكتر من على نار هادية طبعا على نار هادية بياخد وقتها على باله ولازم تتنقع لأول شوية علشان زي الحمص تتنقع وبعد كده بعد ما تتنقع تتغلى وبيتحط عليها طبعا اللبن السخن هي أكلات بسيطة جدا يعني هي ما فيهاش أي صعوب ما فيهاش أي حاجة بيستماح له والسكر البدرة مع طبعا المكسرات الحمص برضو فيه ناس بتحط عليها قرفة فيه ناس بتحبش القرفة زي ما أنتوا عايزين بس انتشرت في الشوارع يعني طبعا أنت ماشي في شوارع مصر خاصة كمان في الجو البارد بتلاقي العربيات بتاعت البليلة وقفة بنفس الشكل اللي أنتوا شايفين وده كده ويبيع البليلة كمان وينادوا على الناس بقى وهم ماشيين بليلة بليلة يا بليلة يا بليلة بالضبط كده يعني وفيه برضو عندنا الحاجات القوية قوي في الشتاء والمنتشرة قوي في مصر هي الحلبسة اهد 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 الهد بس اهد دي خليني أشوف انا الحلبسة ايه من اول ما جریتها دي جعل قول اهد دي بالانه الحلبسة الحلبسة هو مشروب مصري موجود في النيل على طول يعني طول مانت ماشي على النيل تلاقي العربات الحلبسة فين الحلبسة هي على كونيشسكندريلة ايوا بتوري حلبسة دي عاملة زي البليلة السوري من الحمص والشطة والدقة الحمص وشطة وكمون ولمون فتخيل أنت كل المكونات دي بقى في الشتاء الشطة طبعاً بتدفي الحمص كمان غني بالألياف فبيدفي الشطة كمان بتطهر المعدة فدي كمان حاجة لها فوائد صحية الحمص كمان بيشبع فالموضوع من أوله لآخره في الشتاء بيدي طاقة وبيدي دهر بس فيه ناس أو معروف في مصر بيعملوا اللي هي موية البليلة من غير البليلة نفسها وتنشرب ما هي ما بتكونش في مصر مليانة زي ما هو عباها كده قوي بالحمص يعني هي بيكون نصها حمص ونصها مية عشان نشرب المية حتى كمان في معظم محلات الكشري لأنه هما بيحطوا حمص على الكشري بيطلع كباية مية الحمص مع الكشري عشان تتشرب معا مية الحمص لوحدة بدون حمص بدون حمص بس يحطها لها شطة لأني أنا جابتها مرة يحط طبعا الشطة واللمون والكمون هي بس يشطة ولمون وكمون والحمص بس فتدي الطعم اللي بيخليك تتدفي ده طبعا بتتكل على شارع يعني طول ما انت ماشي على النيل في مصر تلاقي عربيات الحلبسة وأكتر نس بيحبوا يشربوها في مصر كمان اللي هما مثلا الكابلز العشان على النيل يشربوا الحلبسة بتبقى حاجة ظريفة ولذيذة رومانسية كده أكيد كليتي بطاطا من عربية البطاطا حاجربها الآن طبعا ديني البطاطا كده محمد يالا شكرا محمد يونس مدير أحد المطاعم المصرية شكرا جزيلا لك دفينا المعدة احنا حنكمل ونجرب البطاطا أنا ولا بدا فيها اليوم يالا وحنشوفكم بكرا إن شاء الله كونوا بخير لهم على الكريم اشتركوا في القناة